اهلا بكم يا اصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد حنشوف ابطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين الى العصر التقدم في الشطرنج كثيرا حتى وصلنا الى العصر الحالي وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت ادوار سماها النقاط بالادوار الخالدة وانا جمعت هذه الادوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي تمتزج فيها الدراسة مع المتعة والاكروبات الشطرنجية استعد حطراشة رنج لم تراه من قبل واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك وتذكر شعار هذه القناة الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة اريد ان اضيف ملاحظة ان بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة بينما اخرين ربما يريدون المتعة فقط ولذلك يمكنهم بالمؤشر ان يتجاوزوا الجزء الاول من الفيديو الى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الافكار وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد اصبحت مخاطة باطار احمر سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم سبعين مهرجان تال اثنين ضد بوتفنك في بطولة العالم 1960 الدور الشهير باسم عاصفة اقر الدور ده هو الدور السادس في بطولة العالم بين بوتفنك وتال وهذا الدور له قصة وبيعلق تال على هذا الدور قائلا ان هذا الدور كان دور التحول في المباراة فهو بجانب انه اعطاني تقدم بنقطة الا ان بداية المباراة لم تكن مرضية تماما لي وكان بوتفنك هو الذي يوجه الادوار ودائما لديه المبادرة وعلي الدفاع لكي اصل للتعادل ولذلك قررت ان اغير باي سمن طريقة اللعب وتسألت ما هو الافتتاح الذي علي لعبه كان كل من دفاعي النمزو هندي والبنون الحديث لم يعطياني التأثير المطلوب وتبقى الدفاع التقليدي زلحدين هندي الملك وكان ده هو اختياره على اساس ان بوتفنك امام هندي الملك يختار عادة تكملة اجيمة بفيد الملك الفيونكا والذي في رأيي لم يعطي الابيض اي ميزة في الافتتاح بينما يتجنب بوتفنك الخطوط الحديثة زي تفريع سامتش وبتروسيان واللي بعتبرهم افضل اسلحة الابيض الخطيرة امام هندي الملك ونقلاتي المبكرة في الدور اقنعتني بصواب توقعتي على اي حال في الدور ده تالي اعتمد استراتيجية غير معتادة لدفاع هندي الملك ولعب بنشاط في جناح الوزير لكي يحضر للعب في جناح الملك وبالطبع هذا اللعب يبدو محيرا وكان ده كافي لتشتيت زهن بوتفنك داخل الرعا وبعد بعض التعقيدات بما فيها التضحية التاريخية الشهيرة لتال نايت افور وصل تال الى نهاية دور فائزة وكان هذا الدور ضربة نفسية لبوتفنك حيث لم ينفذ بعده بغير دور وحيد حتى النهاية في حين توالت انتصارات تال وهنا يريد ان اشير ان بعد نقل التال الشهيرة نايت افور تعالت همهامات المشاهدين وهماساتهم مما اضطر ادارة البطولة الى ابعاد اللاعبين عن مصلح المشاهدة الى غرفة خلفية اكملوا فيها الدور وقبل ان نبدأ اريد ان اضيف ان هذا الدور من افضل ادوار هذه البطولة على الاطلاق وهو مليء بالتفريعات والتحتلات الموقفية والاستراتيجية وقد قام تال بتحليله وافرض له حوالي 25 صفحة للنقلات والنقلات المضادة وخاصة نقلته الهائلة نايت افور والتي لها اكثر من 100 تفريع سواء ما رآه تال على الرقعة او ما وجده المحللين بعد اسابيع وشهور من هذه النقلة وكلها مسكورة في كتاب تال الرائع عن هذه البطولة واللي كانت ابتفي باختصاره الى اقل من 20 دقيقة من اجل ابعاد المشاهد عن المال والحيرة في رؤية الدور اضطررت الى الاختصار في كل شيء ولذلك اعتذر لكل من يحب التحليلات المطولة والتفريعات المعقدة مقدمة والليكم الدور الان كما علق عليه تال في كتابه بوتفينك لعب سي فور ودي نقلة مميزة لفتاح الانجليزي وتال بيقول ان دي نقلة مفضلة لبوتفينك وايضا ممكن يلعب الدي فور لكن بيفضل السي فاي حتى يكتشف نقلات الاسود ولا يدخل في دفاعات غير مرغوف فيها وترد بنيت اف سيكس نايت اف سري الابيض الى حد ما بيوضح نوايا فهو لا يريد ان يلعب دفاع النمزو هندي وكمل الدور جي سيكس الاسود بيوضح ان يريد لعب دفاع هندي الملك والابيض بيكمل جي سري وتال بيقول ان هو كان بيرغب ان بوتفينك يلعب مثل هذه النقلات لان الفيل عن طريق الفيونكا لن يستفيد منه بوتفينك ولكن تال يعلم جيدا ان بوتفينك بيفضل هذا التفريع وكمل الدور بيشوب جي سفن بيشوب جي تو كاسل وهنا الابيض لعب دي فور الابيض بالتدريج بيحدد شكل هاكل البيادة دي سيكس نايت سي سري وهنا تال بيقول انه عادة بيلعب النقلة سي فايف او ربما بيلعب النقلة نايت سي سري ولكنه رفض ان يلعب مثل هذه النقلات وكمل بالنقلة نايت بي دي سفن وتال بيقول ان هي دي النقلة الاصيلة في دفاع هندي الملك لكن هذه النقلة اصبح من النادر استخدامها ولذلك تال اعتمدها حتى يفاجئ بيها بوتفينك ويخرجه عن تحضيراته المسبقة كاسل اي فايف اي فور وهنا تال لعب سي سيكس تال بيقول ان هذه هي اكتر النقلات مرونة للاسود وفي حالة ان الابيض يلعب نقلة زي الدي فايف الاسود هيبدأ بلعب ال اي فايف ثم يضع الحصان في موقع امن على المربع سي فايف او ربما ممكن ياخد على المربع دي فور ثم يعود بالحصان للمربع اي ايت او للمربع اتش فايف ويكون حر في لعب النقلة المحررة اتش فايف ويلعب في جناح الملك والمرونة دي للعب في جناح الوزير وفي جناح الملك بتوفرها النقلة سي سيكس ولذلك تال اعتمدها والابيض تكمل اتش سري بيمنع ذهاب الحصان للمربع جي فور لان في بعض التفريعات الاسود بيعتمد على تحرير الفيل على المربع جي سيفن بلعب الحصان على المربع جي فور بعد الاخذ على المربع جي فور وفتح الوطر امام الفيل ولذلك الابيض بيلعب اتش سري وبيمنع الحصان من الزهاب للمربع جي فور وكذلك بيفتح المربع اتش تو لوصول الملك وتدعيم بيضة الجي سري اللي هيصبح بدون تدعيم لو الابيض قرر ان يلعب نقلة زي الاف فور وعادة الاسود هنا بيكمل بإي تيكس دي فور نايت تيكس دي فور روكي اي ايت وبيبدأ الاسود الضغط على البيضة اي فور ولكن تال ملعبش اي تيكس دي فور وكمل بالنقلة كوين بي سيكس دي ايضا نقلة اخرى فاجئ بيها تال بوتفينك الوزير بيبدأ الضغط على البيضة دي فور وفي نفس الوقت بيراقب المربع سي فور لانه في اي وقت من الاوقات ممكن يذهب بالوزير للمربع بي فور ويطلب البيضة وكذلك بيمنع الفيل من الزهاب للمربع اسري وحماية البيضة لانه حيترك البيداء بيتو بدون حماية واذا الابيض حاول يستفيد من النقلة اي تيكس دي فور في انه يضع الملك في مكان امن على المربع اي تيكس دي فور هنا ممكن الاسود يقوم بضربة تكتيكية بي تيكس دي فور نايت تيكس دي فور كوين تيكس دي فور واذا الابيض اخذ الوزير الاسود بيسترده مرة اخرى بني تيكس دي فور تشك بيكش للملك وفي نفس الوقت بيكشف رجوم على الوزير وبعد اتش جي فور الاسود بيسترجع الوزير والاسود لول اخضلية لان الفيل في موقع جيد في الوسط بينما بيادق جناح الملك الابيض تم تشويها ولذلك تيل بيعتبر ان النقلة كوين بي سيكس نقلة جيدة وبالفين تكمل دي فايف سي دي فايف سي دي فايف وهنا تيل لعب نايت سي سيكس تيل بيقول ان هو حقق اول اهدافه بانه احتل بالحصان موقع نصد على المربع سي فايف والحصان بيحتل هذا المربع بتمبو بالهجوم على بيدا ال اي فور والابيض محروم من لعب النقلة بي فور وترضى الحصان لوجود الوزير والاسود اصبح له افضلية ضئيلة على اي حال بيدا ال اي فور مطلوب بالحصانين ولابد للابيض حمايته وبتفنك حماه بالنقلة نايت اي وان وللوقتي بفيل بيحمي البيدة وتال بيقول ان هو كان بيظن ان هذه النقلة نقلة من ابتكار بوتفنك لكن بعد الدور وجد ان بتروسيان لعبها من قبل في احد مباريته على اي حال تال كان متوقع بدلا من نايت اي وان ان بوتفنك يحمي البيدة بنقلة زي الرق اي وان ويشترك الرق في الحماية او حتى يلعب نايت دي تو والحصان بيحمي البيدة وفيما بعد بيصر الى المربع سي فور بتنبو على الوزير وكذلك بيهاجم بيدة الدي سيكس لكن بوتفنك ملعبش النايت دي تو انما كمل بنايت اي وان وتال رد بيشوب دي سابن نايت دي سري طالب التكسير وهنا تال بيقول ان بوتفنك اخد حوالي 15 دقيقة لكي يلعب مثل هذه النقلة المنطقية وده بيدل على ان بوتفنك لا يشترك كثيرا في البطولات الكبرى وبيفضل انه يحضر في بدوء ولكن ده بيفقده بعض الثقة وبعض المرونة في اتخاذ القرار رغم انها نقلة واضحة وبيمن المفترض انها الفكرة الرئيسية وراء لعب النايت اي وان على اي حال الدور كمل نايت دي سري كوين دي سري وهنا تال اخد وقت طويل لكي يقرر في النهاية ان يلعب النقلة روك اف سي ايت ويبدأ اللعب في جناح الوزير ويهدد بنقلة زي الروك سي فايف وازواج الروخين لان لو بلعبش الروك سي ايت وحاول يلعب في جناح الملك بنقلة زي النايت اتش فايف على اساس ان بيمهد لعب النقلة اف فايف الابيض عنده الرد بيبيشو بسري طالب الوزير والوزير لو تراجع هتبقى نقلة سيئة لان يكمل بكوين اي تو ودلوقتي الاسر ما يقدرش يلعب الاف فايف لانه لو لعبها هتكون نقلة سيئة والابيض هيكمل اي تيكس اف فايف والاسود ماداش ياخد بالبيضة لانه هتكون الحصان بدون حماية امام الوزير وافضل النقلة هو روك تيكس اف فايف والابيض هيكمل كوين سي فور والابيض اخد المبادرة وبيهدد بالنقلة جي فور بشوكة للروخ والحصان وخطة الاسود فشلت في النهاية اذا كوين دي اي 3 تصلح ولو الاسود اخد على المربع بي 2 هتكون ايضا نقلة سيئة لان الابيض هيكمل ببساطة روك بي 1 طالب الوزير وبعد كوين اسري الابيض هيكمل روك بي 7 والرخ توغلت الى الصف السابع والموقف المادي متساوي لكن الابيض متفوق موقفيا لان الروخ موجودة على الصف السابع ولذلك تال اجل لعبه في جناح الملك ولعب اولا روك اف سي ايت اللي بتبنع الابيض من لعب النقلة بشوك اسري وطلب الوزير لان في هذه الحالة الاسود هيكمل كوين تيكس بي 2 والابيض ممنوع من لعب الروك بي 1 لان الحصان تحت التهديد بالرخ والوزير ولذلك النقلة روك سي ايت نقلة مطلوبة تمهيدا للعب النايت اتش فايف وكمل الدور روك بي 1 الابيض بيحمل بيدا وفي نفس الوقت بيجدد التهديد بشوك اسري لكن هذه النقلة نقلة سيئة وبسببها الابيض حيفقد تمبو هام زي ما حنشوف في النقلات القادمة وكمل المفترض بدلا من حماية البيضة بروك بي 1 ان الابيض يلعب كوين اي 2 والوزير هو اللي يحمل بيدا ويجدد التهديد بشوك اسري ويطرد الوزير لكن على اي حال بوتفينك ملعبش كوين اي 2 انما لعب روك بي 1 وحنشوف الاسر السيئ لهذه النقلة فيما بعد على اي حال تلكمل في مهمته بنايت اتش فايف واصبح بوتفينك مشتت بين اللعب في جناح الوزير واللعب في جناح الملك وربما هذا التشتت كان له اثر نفسي كبير على بوتفينك على اي حال الاسود حاليا بيهدد بلعب النقلة F5 وفي حالة الاخذ بالبيدة الاسود حياخد بالفيل طالب الوزير وورا الرخ والاسود حيفوز اذا النقلة F5 اصبح لها تأثير قوي في هذا الوضع ونقلة الروكي سيئيت اسبتت جدواها على اي حال بوتفينك كمل في تهديده ببيشوك اسري طالب الوزير ومنتظر من تال ان يتراجع بالوزير لكن هذه النقلة حتكون نقلة سيئة لان الابيض حيكمل بالنقلة القوية 9D5 طالب بيدا D6 والاسود مضطر في تكسير الفيل امام الحصان وهذا التكسير حيكون في صالح الابيض اذا كوين دي اي طلع تصلح وتالكمل بالنقلة الغير منتظرة كوين بي فور والنقلة دي في الحقيقة غير معتادة في دفاع هند الملك لكن حنرة فائداتها الكبيرة بعد قليل والاسود دلوقتي بيهدد بالنقلة القوية F5 والابيض حيكون في مأزق لانه لو اخد الاسود حياخد بالفيل طالب الوزير ومن وراء الرخ والاسود اخد المبادرة والابيض عليه الدفاع لمدة طويلة بينما لا يستطيع الدفاع عن بيدة ال اي فور بنقلة زي ال اف سري لانها هتترك بيدة الجي سري بدون حماية امام الحصان ولذلك الابيض في الموقف ده مضطر بالتراجع بالوزير ولعب كوين اي 2 ودلوقتي لو الاسود تعجل ولعب النقلة F5 هتكون نقلة سيئة لان الابيض حيكمل E F5 بيشوف F5 طالب الرخ لكن الابيض عنده الرد بيركي بي C1 الفيل الاسود عليه التراجع ان اجلا او عاجلا لان الابيض بيهدد بجي فور بشوكة للفيل والحصان ولذلك الاسود هيفقد السيطرة على المربع الهام E F4 وده خسارة موقفية كبيرة ولذلك الاسود قرر لعب النقلة F5 في التوقيت الملائم واعد لها بالنقلة ركي C4 والرخ مع الوزير بيعمله ضغط على المربع E F4 وكذلك بيمهده اللعب الركي وازواج الرخين على العمود C ويمهده للاعب F5 وتال نقلة وراء نقلة بيزود قبضته على الدور وبالطبع امام التهديد بازواج الرخين وتفنك لابد ان يكمل بنقلة زي الركي C1 لكي يمنع لعب الاسود في جناح الوزير وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت بيهدد بنقلة زي البيشوب F1 للضغط على الرخ C4 وابعاده عن هذا المربع الحيوي لكن تال كمل في مهمته بركي C8 وتال بيقول ان اخذ وقت قبل مايلعب هذه النقلة لانه كان بيفكر في النقلة التالية اللي هتكون قبلة ولكن وجد انه لم يعد لها جيدا ولذلك لعب الركي C8 وبيزوج الرخين على العمود C ويبدو ان بوتفنك لا يشعر بالخطر ولذلك لعب King H2 وبيدعم بيدق G3 في حال التقديم بيدق الF للأمام ولكن من هنا بدأت الالعاب النارية يا ترى ايه هي نقل التال القادمة تال لعب النقلة الرائعة F5 بيهدد بالاخذ على المربع E4 ولذلك الابيض مضطر للرد ب EXF5 BXF5 وهنا ظهر خطأ لعب النقلة روكي B1 لحماية البيدق لان الابيض لابد ان يفقد تمبو هام بالتراضع بالرخ الى المربع A1 لكن على اي حال الابيض مطمئن لان عنده تمبو اضافي بالنقلة G4 بشوكة للفيل والحصان لكن هنا جاءت المفاجأة الكبرى يا ترى ايه هي الاسود لعب النقلة Nite F4 النقلة دي عليها لون غريب فهي ليست نقلة سيئة ولا نقلة مشكوك فيها ولا نقلة جيدة انما ممكن نعتبرها نقلة نفسية سايكلوجية لان متفنك في بطولة العالم متأخر بنقطة عن تال وتال بيلعب بالاسود ولو لعب تضحية مثل هذه فده معناه انه هو بيسعى للفوز ولذلك بيحدث على بوتفينك تأثير نفسي رهيب ولذلك هذه النقلة ورغم ان بعد الدور وجد انها لها اكتر من رد لكن المهم كيف نرى هذا الرد على الرؤعة دي هي المشكلة اللي عانى منها بوتفينك لان زي ما حنرى بعد قليل هناك الكثير من النقلات والتفريعات المعقدة اللي بتصدر بعد كل نقلة فمسلا الحصال مطلوب بالبيد لكن في نفس الوقت طالب الوزير واذا لسبب ما القبض ما اخدش بالبيد زي ما حدث في الدور واخد مثلا بالفيل الاسود هيكمل اي تيكس افور والموقف المادي متساوي لكن تم فتح الوطر الطويل امام فيل الجي سابن والاسود حاليا بيهدد بالاخضع المربع جي سري بكيش وربما اخراج الملك للعراء واذا الاب يتدافع بالنقلة جي فور هنا الاسود هيكمل بالنقلة قوية بيشوب اي فايف والاسود سيطر على الدور وبيهدد بالنقلة اف سري بكيش للملك وطالب الوزير والاب يد عليه الدفاع في موقف صعب والاسود له افضلية كبيرة بينما لو الاب يد ما اخدش الحصان وابتعد بالوزير للمربع جي تو الاسود هيلعب ببساطة نايت تيكس جي تو وبتخلص من الفيلة القوي للابيض وبعد كينج تيكس جي تو الاسود بيلعب اتش فايف والاسود محتفظ بميزة زوج الافيال والرخين الاسود مجروجين على العمود الوحيد المفتوح ورخ الوزير الابيض خارج الخدمة والاسود له افضلية واضحة اذا كوينج دي طولة تصلح وبتخلص تكمل في الدور بجي تيكس اف فور لكن بعد اي تيكس اف فور ظهرت معضلة كبيرة للابيض لان الفيل مطلوب وكذلك تم فتح الوطر امام فيل المربعات السوداء وفي الدور مطفنك لعب بشو ودي كانت نقلة سيئة وتسببت في هزبته في النهاية لكن الى اين يذهب الفيل لان لا يوجد مربع اخر ممكن يلجأ له غير الاخذ على المربع ا7 وهنا الاسود حيلعب بمساطة كوين ا5 طالب الفيل والفيل في المسيضة والاسود حيعوض بقطعة وموقفه جيد للغاية وله الافضلية الكبيرة ولكن بعد عدة اسابيع وجد ان الابيض لا يأخذ فورا على المربع ا7 وانما يلعب اولا النقلة السحرية ا3 طالب الوزير وافضل النقلة الاسود هي كوين ب3 وهنا الابيض ممكن ياخد البيض ببيشوف تيكس ا7 والوزير لا يستطيع الذهاب للعمود ا لمهاجمة الفيل لوجود الحصان ولكن تيل رد بعد ايام بان عنده النقلة بيشوف ا5 طالب يلعب الاف سري بهجوم مزدوج على الملك والوزير ولو الابيض تكمل باف سري تيل حيلعب اف سيكس وحيتم اصر الفيل والاسود بيهدد بروكسي 7 والفوز بقطعة على اي حال استمر الجدل بين انصار الاسود والابيض لمدة ان النقلة نايت الفور باللعب الصحيح بين الابيض والاسود ستصل الى التعادل وليس اكثر من ذلك ولكن على اي حال الفيصل هو رؤية النقلات على الرعا وليس بعد انتهاء الدور نعود مرة اخرى للموقف ومتفانك تراجع بالفيل للمربع نيتو وديه نقلة سيئة ورغم ان الاسود متأخر بقطعة امام بيدا الا ان هذه النقلة اعطت الاسود تعويد اكثر من كافي وهنا تال لعب النقلة القوية كوينتيكس بيتو النقلة ديه بتقرب كثيرا الاسود من الفوز لكن تال بيقول ان كان عنده بدلا من هذه النقلة نقلة اخرى فائزة كان كتبها على ورقة التسجيل وهي النقلة بيشوب اي فايف والنقلة ديه هتفوز فورا لكن في الحقيقة بعد نقل التال بنايت افور تعالت اصوات المشاهدين وكان في بعض الضجيج في المسرح ولذلك قررت ادارة البطولة الانتقال الى غرفة خلفية وهنا تال بيقول ان هو بدلا من لعب نقلة دامعة تفوز فورا ان يلعب نقلة اخرى من المؤكد ان هي فائزة وان كانت بطريقة اكثر طولا وكمل كوين تيكس بي 2 وبعد سقوط البيدأ بي 2 اصبح الحصال معلق على العمود بين الرخين وايضا على الوطر بين الفيل والوزير ولاحظ ان في ال d2 لا يستطيع حماية الحصان لانه مربوط ايضا على الوزير لكن مثلا لو حاول يدافع بنقلة زي النايت d1 طالب الوزير تال هيكمل ببساطة كوين e5 طالب f3 بكش للملك ويفوز بالوزير والنقلة الوحيدة هي كوين تيكس e5 لكن بعد بيشوب e5 الاسود بيجد تهديده مرة اخرى بالنقلة f3 بشت والفوز بالفيل وكذلك بيهدد الرخ وافضل النقلة الابيض هي روك txc4 لكن بعد روك c4 بيجدد التهديد مرة اخرى بf3 ولو الابيض تكمل بروك c1 طالب الرخ الاسود هيفوز بالنقلة f3 والملك لازم يتحرك والاسود هيفوز بالرخ ثم يفوز بنفيل ويفوز في النهاية بالدور ولذلك النايت d1 لا تصلح وبودفن تكمل روك a b1 طالب الوزير وهنا جاءت الفرصة الزهبية لتيل ولعب احد نقلاته التكتيكية الغامضة المعقدة يا ترى ايه هي تيل تيل لعب احد نقلاته الشهيرة المربكة f3 والنقلة دي مرة اخرى نقلة من طراز تيل فهي بتعقد الموقف الوزير مطلوب والفيل مطلوب وكذلك الوزير الاسود مطلوب والبيدأ غير محمي والوزير الابيض لا يستطيع الاخذ ولا يترك فيه ال d2 بدون حماية وبعد اكتر من اربع ايام وجد احد grand master حل لهذه النقلة بان الابيض يلعب بشوب تيكس f3 وبالنقلة دي الابيض ممكن يوصل للتعادل لكن لو لعب بطريقة صحيحة لمدة طويلة لكن على اي حال لم يكن هناك وقت كبير امام بودفانيك ليصل لهذه النقلة وكمل باخذ الوزير بروك تيكس بي 2 لكن هذه النقلة نقلة سيئة وبعد هذه النقلة حيتم تصفية الموقف والدخول الى مرحلة نهاية دور فائزة بالنسبة لتال اللي يكمل ftxe2 وبالطبع الحصان مقدرش ياخد البيضاء لانه مربوط بالفيل على الرخ والاسود بيهدد اخذ الحصان ولذلك الابيض يكمل روك بي 3 بيحمل حصان والاسود لعب روك دي 4 والفيلتر راجع للمربع اي 1 بيشوب اي 5 تشك كينج جي 1 بيشوب f4 طالب الرخ ناية اي 2 روك تيكس c1 ناية تيكس d4 روك اي 1 تشك الاسود لأول مرة في الدور بيكون متفوق مديا على الابيض ببيضاء لكن ده كفير بتأمين الفوز لان بعد بيشوب f1 بيشوب اي 4 طالب بيضاء اخر مائة اي 2 طالب الفيل بيشوب اي 5 f4 طالب الفيل مرة اخرى بيشوب f6 روك تيكس بي 7 بيشوب تيكس d5 طالب الرخ روك c7 بيشوب تيكس اي 2 روك تيكس اي 7 بيشوب c4 طالب الحصان بالفيل والرخ والنعلة الوحيدة للابيض هي روك اي 8 تشك كينجي f7 روك اي 7 تشك كينجي اي 6 وهنا الابيض بيلعب روك اي 3 ولو الاسود اخد الحصان الابيض بيلعب روك اي 3 تشك بشوك للفيل والملك ولذلك تال لعب ببساطة النقلة d5 والبيض بيقرب اكتر من مربع الترقية والموقف مجمد وبتفنك حاول يائسا كينجي f2 طالب الرخ لكن بعد بيشوب h4 الملك لازم يبتعد والملك الاسود بيلعب كينجي d6 وبشق طريقه لمساعدة البيضاء ناية g3 بيكشف اكتر من تكسير بين القطع والاسود يكمل بيشوب g3 بيشوب c4 dxc4 كينجي g3 ودلوقتي ظهر الموقف بجلاء الرخ الاسود حاجز الملك عن الوصول الى البيضاء السالك والملك مع البيضاء في طريقه مربع الترقية ولا يستطيع الرخ التدخل ولذلك بعد عدة نقلات الابيض سلم الحقيقة دور رائع جدا من تال في نقلات تكتيكية رهيبة وفي نفس الوقت في درس قوي لللعب السايكولوجي والحقيقة دور ده كان فيصل في بطولة العالم لانه كسر الروح المعنوية لبوتفينيك اللي لم يستطع الفوز للفدور واحد حتى النهاية بينما توالت انتصارات تال وفاز باللقب ولكن بوتفينيك الخبير لم ينسى سأره وعد في العام التالي واسترجع لقبه مرة أخرى من تال ملك التكتيك الفيديو القادم والذي يليه سيكون تحت عنوان ما يطلبه الأصدقاء اللي كثيرا منهم طلبوا أدوار لللاعب السوفيتي الأستوني الأصل بولكي ريس تحت عنوان العقاب القاسي أمام المجري لازلو زابو أما الدور الذي يليه فهو دور دائما ما يطلبه الأصدقاء لرشيد نجم الدينوف بعنوان لا تعبس مع رشيد فإلى أن نلتقي بهتين التحفتين أرجو لكم أطيب الأوقات وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم